موسيقى اسمه الرحمن الرحيم للغة فرنسية سنة الثالث التدائي نستأنف مع هذه الفقرة المتعلقة بالرياضيات ريزودة ام كولان سان رتني ريزودة هذا الفعب ريزودة انتكلم عن حل 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 جمع ومن هار فادسيوني تقضيق نكلم عن لوف انتكلم عن اين كولان انك المسطد انك تمام هارم بدون احتفاظ يعني أننا نحتفظ بواحد أو نحتفظ باثنان أو نحتفظ بثلاثة مثلا عندما نريد الانتقال من عمود إلى آخر عندما نريد الانتقال مثلا من عمود الوحدات إلى عمود العشرات مثلا إذا نتكلم عن احتفاظ بمعنى آخر سنرى عملية الجمع ما فيهاش الحتفاظ رزودر اون ادتشان ان كولان سنرى توني سي نو پرنون الادتشان سویوانت إذا أخذنا عملية الجمع التالية 25 plus 34 25 plus 34 إجال انوا شرشوا لرزولتا انوا رزودر ستة ادتشان يعني أننا نسنحول هاد عملية الجمع إذا أخذنا لرزولتا إذا أخذنا لرزولتا من أجل ايجاد جمع عددين 25 plus 34 نو پوزون نو پوزون نو پوزون نو پوزون دون اول حجا يجب أن نعرف بأنه 25 هي مكونة من عشرتين من اتنان عشرة ثم من خمسة وحدات كما نلاحظ عندنا الد ثم عندنا ا الد المقصود بها لديزان ا المقصود بها لزونتين إذا نتكلم عن لديزان يعني العشرات العشرات ثم لزونتين مقصود بها الوحدات ثم هناك لسونتين إلى آخره إذا نعرف إذا نعرف إذا نضع أفضل ثم في تحتشاشا ثم نقصود بها لديزان ثم نقصود بها الأفضل ثم نقصود بها الوحدات Ensuite on a 34 qui est composé de 3 dizaines et 4 unités. 34 aussi est composé de 3 dizaines et 4 unités. Alors pour effectuer ce calcul il faut d'abord mettre les unités dans une première colonne et les dizaines dans une deuxième colonne. Il faut mettre les unités dans la première colonne et les dizaines dans la deuxième colonne comme nous le voyons. Aussi il ne faut pas bien sûr oublier la sin plus et l'autre. Alors on va faire ensuite. On additionne ensuite les unités. 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 Puis les dizaines. Donc on additionne l'acharat. 2 plus 3. On additionne les unités. Après on additionne les dizaines. . Vousspacez . On additionne le unités. On additionne l'aule des unités. إجال 9 5 plus 4 إجال 9 إذا نخامسة زائد الرابعة تو ساوي تسا بعد نو پاسم على كولون ديزين بعدها دنا مرقلة عمود الاشارات نا 2 plus 3 إجال 5 2 plus 3 إجال 5 إتنين زائد تلاتا تو ساوي خامسا et enfin نوتر رزولتا اي 59 وفي النهاية نتيجاتونا هي 59 وفي النهاية نتيجاتونا هي 59 إدن كما قلنا pour رزود نا 2 نا 2 نا 2 نا 3 نا 3 نا 3 إدن من أجلي حل عمليات جمع بدون احتفاد نا 2 نحن ذا نحن نتقل كلام c يعني أننا نضع أولا حسابنا في أعميدة نضع الوحدات على جهة ثم نضع بعدها العشارات ثم نضع العشارات في عمود ومن ثم اضلاء سيجال. بعدها نضيف الوحدات ثم الأشارات. ومن ثم نحن نضيف نخرج. وفي النهاية نحصر على ناتجاتنا. سنة ندرية الوحدات وبعد ثم اضلاء كل جد. نوز اللام جنادي Eugene نوز اللام جنادي لأين ذنهي وجهت كم نوى اللام جنادي نوز اللام جنادي نوز اللام جمعون جنادي اللاماز اين ذنهي جنادي سناية قطلت الرήσي طبعن كلامات ماس تعني قطلة تعني جسم سلب كلامات ماس تعني قطلة كما في حالتنا تعني أيضا جسم صلب قدرون لقاوها في معنى آخر تتعني جسم صلب وممكن أن تعني جمع من الناس إذا نتكلم عن بالماس ثم ممكن أن تعني طبقة عمال ممكن أن تعني طبقة عمال وممكن أن تعني موصلات وممكن في حالة أخرى تعني متراقة ضخمة وممكن أن تعني في معنى آخر متراقة ضخمة أيضا في اللغة العربية كلمة كتلة تعني تقريبا نفس الشيء نتكلم عن كتلة المقصود أننا نتكلم عن وزن شيء نتكلم عن كتلة شيء يعني أننا نتكلم عن وزن هذا الشيء أو نتكلم هكذا عن كتلة المقصود بمثال ركام أو نتكلم عن كتلة من الناس المقصود طبقة من الناس أو كتلة من العمال المقصود طبقة من العمال إذن كلمة كتلة أيضا تعني تقريبا نفس الشيء الذي يهمنا هنا أننا نتكلم على الماس المقصود بها الكتلة إذن لا معنى يعني انتباه للوحدة يعني ما خاصناش نكتبه العداد بوحده بل خاصناش نكتبه وحده الوحدة يجب أن نكتبه بجانبيه الوحدة حتى نعرف معنى هذا العداد إذن عندنا هنا نعنى 100 يجازات إذن 320 ثم نكتب الوحدة إذن حتى نعرف هات 320 ديالهش إذن هات 320 إذن نتكلم عن الوحدة ماشي ماتر ماشي لتر إذن كتلة هد ثلاثة إجاسات أي يعني هو إذن كتلة هات ثلاثة إجاسات هي ثم نكتب طبعا سنكتب ولكن هات العداد لن يكون له معنى هل هو لتر؟ هل هو كيلوغرام؟ هل هو متر؟ إذن طبعا هو غير معروف إذن سنكتب الوحدة الوحدة هنا إذن سنكتب ثلاثة إجاسات لذن كتلة هات تنبي إذن سنكتب إذن لوحدة أو إنتب للوحدة دو لامن فاسون بنافسي تاريقا جهي إخري لاما سنكتب إذن سنكتب إذن سنكتب إذن سنكتب إذن سنكتب 200 g, 200 g, 50 g, 10 g, 10 g et 10 g. Alors, quelle est la masse de ce cartable ? Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ? Bien sûr, on va mettre 500, plus 200, plus 200, plus 250, plus 50, plus 10, plus 10, plus 10, égale, égale, 980. Le résultat est 980. Alors, on a 500, plus 200, ça fait 700, plus 200, ça fait 900, plus 50, ça fait 950, plus 10, ça fait 960, plus 10, ça fait 970, et enfin, plus 10, ça fait 980. Et enfin, plus 10, ça fait 980. Alors, voilà notre résultat. Voilà notre résultat. La masse est 980 g. On doit faire attention à l'unité. On ne doit pas l'oublier. Yajib an'n'n'a c'tube à l'oihde, ila janei bâd l'adad. N'a c'tefe bâd l'adad, rhaïa komollah, wa ila l'a l'a c'e kadim bîîn'illah. La reçue bâd l'a c'e 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 l'a. اشتركوا في القناة